رحبت الجمهورية اليمنية اليوم بالجهود الصادقة لإعادة اللحمة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعربت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية السبأ نسخة منه عن تطلع الجمهورية اليمنية بأن تعمل القمة الخليجية الحادي والأربعون المنعقدة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية على معالجة القضايا العالقة وعودة العلاقات الخليجية إلى مجراها الطبيعي تحقيقا لتطلعات قادة وشعوب المنطقة وعبر البيان عن تقدير الجمهورية اليمنية العالي لحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتهم خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود في توحيد الصف ولم الشمل من أجل مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة مثمنا الجهود المبذولة في هذا الشأن وعلى رأسها جهود الأشقاء في دولة الكويت برعاية أمير الكويت سمو شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والتي جاءت تتويجا لجهود الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى